اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الرأي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بابرز العناوين سبحة الايقاف تتولى وتوصيات الامة تفتح بوابة الاصلاح تأمين مراسم افتتاح دور العقاد يحظى بالتكريم والثناء خصم وحجز ونقل تأديبي للمقصرين بقضية تسلل الاسيوي التأجيل القضائي يطال الخوض بالشريط والتفجير والخلية قروة اعترف بان يقوم بوضع البصمات هذه لعدد كبير من الموظفين سبعة وثلاثون من موظفي الكهرباء الى النيابة بتهم تزوير وفي النشرة تكاثر السحب يهيئ الفرصة للامطار الرياضة الكويتية تحتاج الى نفطة من اجل اعادتها الى عصرها الذهبي وحل مشاكلها وازاحة الجاثمين عليها والذين كانوا سببا في تدهورها وفق تصريح مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان اب عبدالله الطريجي والذي قال فيه ان التوصيات التي تم عرضها في مجلس الامة هي خطوة مهمة على طريق الاصلاح الرياضي المنشود كما اوضح انها ستأخذ طريقها للتنفيذ فور التصويت عليها في جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في السابع عشر من الشهر الجاري وفي جديد فصول التآمر على الرياضة الكويتية ورغم استلام اتحاد التنس الكويتي كتابا من الاتحاد الاسيوي يؤكد عدم تعارض القوانين الرياضية في الكويت مع القوانين الدولية توالت حلقات الايقاف حيث تلقى الاتحاد الكويتي للتاي كوندو رسالة من نظيره الدولي يفيد بايقاف النشاط الدولي للعبة في الكويت استنادا الى قرار اللجنة الاولمبية الدولية كما تلقى الاتحاد الكويتي للملاكمة رسالة من نظيره الدولي يفيد بايقاف نشاط اللعبة ايضا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم كرم اليوم ضباط الجيش والداخلية والحرس الوطني والاطفاء الذين شاركوا في ترتيبات حفل افتتاح دور العقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر واعرب الغانم خلال استقباله الضباط بمكتبه عن الشكر والعرفان للدور الذي قام به منتسب الداخلية والدفاع والحرس الوطني والاطفاء في تأمين وتسهيل ترتيبات يوم افتتاح دور العقاد تفاعلا مع خبر الراي عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق اسليمان الفهد اجتماعا مع القيادات الامنية وجميع ضباط الادارات بمطار الكويت الدولي حيث استمع الى تقرير مفصل عن ظروف وملابسات اختراق احد الاشخاص من الجنسية الاسيوية والتسلل داخل احدى الطائرات واشار الفهد الا ان ما حدث لن يمر دون حساب حيث اصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عقوبات تأديبية مشددة لكل من تورط في هذا الاختراق محكمة الجنايات اجلت قضية الخوض في الشريط المتهم فيها الشيخ احمد الفهد الى الثاني عشر من نوفمبر الجاري للدفاع وتخلفه عن حضور الجلسة من جهة ثانية اجلت الدائرة الجزائية الاولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان اجلت النظرة بقضية تفجير مسجد الامام الصادق الى جلسة الثاني عشر من الجاري لتقديم دفاع المتهمين وقد قرر رئيس دائرة الجنايات في المحكمة الكلية وكيل المحكمة محمد لدعيج تحويل جلسة اليوم للاستماع لشهود النفي الى سرية من جهة اخرى اجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضية الخلية الارهابية المتهم بها ستة وعشرون شخصا الى جلسة السادس والعشرين من الجاري للمرافعة الختامية وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق اليوم في جلستها السرية الى شهود النفي وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الاشغال العامة بالتكليف ياسر أبل وقع عقد انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري انطار وصحية وخدمات اخرى للطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة بقيمة 82 مليون و800 الف دينار ويشمل العقد على تطوير الطريق القائم حيث سيتم اعتماد ثلاث حارات في كل اتجاه باستثناء الجزء الواقع بين نقطتي التقاطع مع طريق 40 والطريق الاقليمي الجنوبي حيث سيتم اعتماد اربع حارات في كل اتجاه محكمة في المنامة دانت خمسة مواطنين وحكمت عليهم بالسجن المؤبد وسحب الجنسية البحرينية بتهمة التخابر مع ايران وكان الرجال الخمسة احمد السيد حسين الشرف وعلي عبد الحسين احمد وفاضل عباس علي وصادق خليل الحايكي وجاسم احمد عبدالله يقاضون بعد اتهامهم بانهم سعوا وتخابروا مع افراد الحرس الثورية الايراني للقيام باعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك المقاومة الشعبية في ديمت شمال محافظة الضالع اليمنية اعلنت سيطرتها على وادي العشري الاستراتيجي الممتد الى مديرية الرياشية بمحافظة البيضاء المجاورة ويعد هذا التقدم الميداني انتصارا كبيرا من شأنه تأمين المدينة من هجمات الحوثيين وميليشيات المخلوع الصالح التي تسعى لاعادة دفة الحرب جنوبا كما يعتبر تخفيفا للضغط على مقاتليها من جبهتي تعز ومأرب هذا وقتل 11 شخصا فيما جرح 21 اخرون في قصف للميليشيات المتمردة على احياء سكنية في تعز في محاولة لوقف تقدم المقاومات الشعبية في المدينة روسيا ارسلت منظومات دفاع جوي وصاروخي الى سوريا لحماية طائراتها فيما اكد رئيس القوات الجوية الفضائية الروسية فيكتور بوندريف ان بلاده ارسلت الى سوريا انظمة الدفاع لمنع احتمال خطف طائرات حربية والرد في الوقت المناسب وفي المقابل تواصل الطائرات الروسية غاراتها على العديد من المدن والقرى السورية مخلفة المئات القتلى في صفوف المدنيين كذلك تمكنت المعارضة السورية المسلحة من تحقيق تقدم في محافظة حما من خلال اعلانها السيطرة على مورك جمعية الهلال الاحمر الكويتية اعلنت اقلاع طائرة شحن من قاعدة عبدالله المبارك محملة بعشرة اطنان من المواد الطبية لضحايا الاوضاع الانسانية في منطقة اركان بجمهورية ميانمار واكد رئيس مجلس ادارة الجمعية هلال الساير حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الانسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والمساندة للضحايا جراء الكوارث الطبيعية او التي من صنع الانسان والذين هم بحاجة ماسة الى الدواء والغذاء الادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط وافدين عربيين يعملان حارسي امنة في وزارة الكهرباء والماء اتفقوا مع موظفين كويتيين على التبصيم بعد ان يقدموا لهم بصماتهم مقابل ان يأخذ الوافدان مبلغ 15 دينار شهريا من كل موظف وقد اعترف الوافدان بذلك فيما تمت احالة 37 مواطنا ومواطنة الى النيابة العامة بتهم تزوير تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بادارة مكافحة التزييف والتزوير من ضبط وافد عربي يقوم بالاشراف على وضع بصمة للموظفين بصماتهم في احدى المؤسسات الحكومية بمنطقة العارضية والتابعة الى وزارة الكهرباء بحضور الموظفين وكذلك انصرافهم من الدوام وهذه طبعا خلافا للحقيقة لان الموظف اصلا ما كان موجود بالدوام اثناء التحقيق معاقر واعترف بان يقوم بوضع البصمات هذه لعدد كبير من الموظفين بنفس المؤسسة وطبعا هذه تشكل جريمة تزوير في جهاز الحاسب الآلي الخاص بوزارة الكهرباء مما يؤدي الى استيلاء الموظف على المال العام مدير جامعة الكويت حسين الانصاري اكد ضرورة الاستعجال بحل الملفات العالقة في الجامعة دعيا الجهات المعنية الى تذليل العقبات لحلها تصريح الانصاري جاء في كلمة له خلال حفل الاستغبال السنوي لأساتذات الجامعة والذي تنظمه جمعية اعضاء هيئة التدريس نحاول قدر الامكان ان نستعجل في حل الملفات العالقة والستاخنة وكل هذه الملفات يمكن تحتاج الكثير من الوقت ومثل ما ذكرت انا يمكن بالسبوع الماضي امام مساء الإعلام بصراحة نحتاج الى الكثير الكثير من تسهيلات من الدولة ومن الجهات الرغابية فقط لتفاهم دور الجامعة وتفاهم انشطتنا وبالتالي يعني تتسهل من ناحية الإجراءات المالية العالبة حالية جاء خبر تلقي او تعييل استادنا الدكتور حسين العصاري استاد دكتور حسين العصاري بهذا المنصب ليلقى ارتياحا في نفوسنا وفي نفوس الجميع ليقوم الدكتور حسين مشكورا مؤخرا ايضا بعالة ترتيب البيت الجامعي من خلال سد شواغر وتسكين بعض المناصب واللي نتمنى ايضا ان تحسب هذه الملفات قريبا لكي لا تستمر الجامعة في العيش في فترة من عدم الاستقرار مما يناكس على مجموعة من الملفات الاكاديمية والبحثية والادارية وغيرها في عمان طمأنت السفارة الكويتية على سلامة جميع الكويتين في الاردن جراء عدم استقرار الاوضاع الجوية ودعت الجميع الى اخذ الحيطة والحذر والتواصل معها عند اي طار وفي الكويت وقع مدير ادارة الارصاد الجوية سامي العثمان ان تزيد السحب تدريجيا الليلة مع فرصة لسقوط امطار متفرقة في وقت لاحق وقال عثمان انه مع الساعات الاولى من الليل ستزداد كميات السحب تدريجيا وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة متوقعا ان يكون التقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لامطار متفرقة في ظل الثورة التكنولوجية وتوافر المعلومات على الشبكة العنكبوتية قل حجم الطلب على الكتب في السنوات الاخيرة ابتسام رمال استطلعت اراء المواطنين واسباب احجامهم عن شراء الكتب في التقرير التالي لطالما كان الكتاب هو صديق الانسان الا ان هذه الصداقة تزعزعت منذ انتشار المعلومات على مواقع الشبكة العنكبوتية والتواصل الاجتماعي وخير جليس في الانام كتابه نعم هكذا كان في الماضي اما اليوم ومع التطور التكنولوجي فان نتيجة معدل القراءة عالميا لم تصب في صالح العرب في ظل حرص الغرب على القراءة اذ تشير الاحصائيات ان معدل قراءة الفرد في الوطن العربي لا يتجاوز السدقة اقفقت طوال العام بينما يقرأ المواطن الاوروبي ما يعادل المئتي دقيقة سنويا وبنظر اصحاب الاختصاص في اللغة العربية وعالم الكتب فان القراءة ازدادت على الانترنت الا ان الطلب قل على الكتب تعاد عن الكتاب لكن الان الجهزة الحديثة عوضتهم الغراءة بالسابق ما كانوا يقرؤون الان بدأوا يقرؤون في الاجهزة الحديثة الان انقالة هذه بدأ يقرأ الدعاء كل يوم اشراقة الصباح والنكت والهوايات واليوتيوب بالسابق ما يقرؤون يعني كثير منهم العوام انا اتكلم عن العوام الان اصبح العوام عندهم هالاجهزة بدأ يقرأ فاثر هذا الشيء على الطلب على الكتاب بالسابق يعني في الكويت كانوا يطبعون من 3000 الى 5000 الكتاب للبيع يعني المؤلف الان يطبع من 500 الى 1000 هو الان المصير الكتاب فقط الكتاب المميز الكتاب اللي بذل فيه مؤلفه الجهد ام الكتاب العابر الساهل والقصصي وغيرها الاشياء اللي تقرأ بيوم وليلة هذا يعني ما الهل الزوال يعني ولكن يبقى للجيل السابق علاقة خاصة مع الكتاب الكتاب صديق وصديق حميم ولا يستغنى عنه امانة يعني احنا كمدرع مدارس يعني دائما يعني ما نستغنى عن الكتب وايضا يعني احنا في طور يعني الاستمرارية في التعرف على الكتب الجديدة وطبقى المعلومة على الشبكة الالكترونية هي المنافس الوحيد للقراءة التقليدية ابتسام رمال الراي الاطعمة والمشروبات تعكس شخصية متناوليها حيث انه من الممكن ان يؤدي تناول القهوة المرة والشوكولاتة السوداء الى امراض نفسية بحسب ما تؤكد دراسة نمساوية نتعرف عليها في تقرير محمد الحياري اكتشف باحثون نمساويون ان من يفضل الاطعمة المرة مثل القهوة السوداء او المياه المنشطة او غيرها من الاطعمة القوية سيكون انانيا او معتلا نفسيا او شخصا لا جدوى منه وقد قام علماء بجامعة انسبورك باختبار هذه الدراسة على اكثر من الف شخص وشملت التجربة الاولى نحو خمسمائة شخص متوسط اعمارهم خمسة وثلاثون عاما فاختار هؤلاء ما يفضلون من طعام ومن ثم عرضت عليهم اربعة اختبارات شخصية اخرى وشملت الاختبارات فحص مستوى العدوانية كما شملت تقييم الميول السادية عند كل منهم وتشير النتائج الى ان الذين يفضلون الاطعمة والمشروبات ذات المذاق المرتبط بسمات الشخصية الحقودة كما اكدت النتائج ان من يفضلون الطعام المر لديهم ميولات ميكافينية بمعنى ان سمات المكر والازدواجية والخداع تسيطر على السلوك العام للشخص وتجعله نرجسيا محمد ديخياري الراي اكسير اسم تثق به بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم عن مرض هام جدا ومنتشر في منطقة الخليج العربي اللي هو الاكزيمة الوراثية اللي بين كلنا بنشوفها في الاطفال وبتدى من سن شهرين كتير جدا وطبعا ودي سببها اللي هي علاقة بالوراثة وعلاقة في المناعة بتاعت الطفل لكن الخبر الجيد ان اكتر من 95% من الاطفال دولة ان شاء الله تروح من عندهم الطب اللي بيعمله انه هو بيحسن حالة المريض لغاية لما تروح منه ان احنا بنحت تعليمات للام والاب وخصوصا الام اللي يبتعوا بالها من الطفل انها تستخدم صبون طبي مرتبات وهكذا ومرض سهل علاجه ان شاء الله ونتمنى للجميع الشفاء والعافية رب جميعا اكسير اسم تثق به خام الكويت يقلص بعض الخسائر تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير من جديد اهلا بكم بالاخبار الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي اعلن بدء التجهيز لتعيين 300 كويتي بوظيفة عام الحفر يمثلون الدفعة الثانية ضمن برنامج تكويت عمالة المقاول وفقا لنتائج اعلان التوظيف الاخير وحسب الاولوية في الترتيب وقال العازمي الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية في نفط الكويت ان فريق عمل تكويت عمالة المقاولين في الشركة يقوم حاليا باجراءات تعيين الدفعة الاولى من الكويتيين في وظيفة عام الحفر لدى مقاول الشركة سعر برميل نفط الكويت ارتفع دولارا وسبعة سنتات في تداولات امس ليبلغ اثنين واربعين دولارا وتسعة واربعين سنتا وفي اسواق النفط العالمية خفضت اسعار النفط للعقود الاجلة نحو اربعة في المئة امس بسبب ارتفاع الدولار وبيانات عن زيادة في مخزونات النفط الامريكية بالاضافة الى توقعات بضعف الطلب في الاعوام المقبلة على نفط منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك سوق الكويت لأوراق المالية انهى تداولاتها على ارتفاع المؤشر الوزني بواقع نقطتين وعشرين نقطة في حين انخفض المؤشر السعري بأربع نقاط وثمانية عشر النقطة اما مؤشر كويت خمسة عشر فقد اختتم تعاملاته مرتفعا بستة نقاط ونصف النقطة وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو عشرة ملايين وخمسمائة الف دينار البطولة متواصلة ورماة الكويت يتألقون التفاصيل في صفحة رياضية بعد هذا الفاصل مجددا اهلا بكم بالاخبار الرياضية ما زالت فعاليات البطولة الاسوية الثالثة عشرة للرماية متواصلة والتي يستضيفها النادي الكويتي للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الأولمبي بمشاركة اكثر من الف رام ورامية يتنافسون في كافة صنوف الرماية الأولمبية ويسعر مات الكويت إلى حصد المزيد من الميداليات والمقاعد التأهلية في مسابقات الأطباق الطائرة السكيت والتراب والدبل تراب رغم قرار الاتحاد الدولي للرماية بعدم اعتماد المقاعد التأهلية للأولمبيات بسبب إيقاف النشاط الرياضي في الكويت البطولة تمشي في نسق طيب وأمس كان في نتائج ممتازة رماية الكويت فازوا بمدالتين ذهبيتين في رماية الدبل تراب البطل الفهيد الديحاني بالفردي المركز الأول والفريق أيضا بالمركز الأول مكوم من فهيد الديحاني وساعد المطيري وأحمد محمد العفاسي طبعا نحن سعيدين أحمد العفاسي عنده من بطولة العالم السابقة كوتابليس مقعد تهييل للأولمبياد فهيد المفروض أن إن شاء الله يكون عندك كوتابليس في هذه البطولة لأن البطولة هذه مؤهلة للأولمبياد لكن حسب الغرار الأخير اللي طلع من اللجنة الأولمبياد الدولية ضد بلدنا الكويت تسبب في حرمان الفائزين من مقاعد تهييلية للأولمبياد ريو دي جينيرو 2016 نحن طبعا كمسؤولين في نادر رماية الكويت الرياضي في التحاد الرماية الكويتي طبعا ما راح نقف مكتوفي الأيدي سنطالب في حقوقنا وحتى لو تطرين ليرفع قضايا ضد اللجنة الأولمبياد الدولية ضد الاتحاد الدولي الرياضي الرماية وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتقب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع توتر ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الريتيوب في أمل الله اشتركوا في القناة إجزاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا